خليني كمان انتقل لنقطة مهمة جدا لكن قبل ما انتقل لها الف مبروك الكابتن محمود الخطيب ومجلسه الاستاذ نائب الرئيس الاستاذ العمري فارول الاستاذ خالد الدرندلي امين السندوق الاستاذ خالد مرتجي الكابتن رانيا علواني الاستاذ براهيم الكفراوي الكابتن جهر نبيل الاستاذ محمد الدماطي الاستاذ محمد الجرحي الاستاذ طارق انديل الاستاذ مهند مجدي الأستاذ محمد سراج وكمان من أخلاقيتنا اللي احنا تعلمناه داخل النادي الأهلي زي ما مرت يول في الكورة كان موجود حتى قعد عمل إخفاق عمل نجاحات اتعلمنا في الأهلي اللي يمشي نقوله شكرا شكرا المهندس محمود طاهر ومجلسه وهنا مش هتكلم على فكرة الانتخابات حاجة بعد شوية لكن هي دي أخلاقيتنا وهو ده اللي احنا تعلمناه داخل النادي الأهلي كابت المحمود الخطيب ألف مبروك وربنا يوفقك أكيد فيه مسئولية كبيرة وعايزين بطولة أفريقيا والمجلس الإدارة هو أهل لها أما المهندس محمود طاهر بنشكرك أنت والمجلس على التطوير اللي عملته على أخلاقياتك الرائعة على المنافسة والكلام اللي انت كتبته كمان بعد الانتخابات ده كلام محترم وهو ده اللي اتعلمناه في النادي الأهلي طيب أدي كلام المهندس محمود طاهر عشان فاكرين الصور اللي كنا بنعرضها في المغرب وقلنا هي مش خناعة وربنا يولي من يصلح كتأل الكلام ده كان بيتغير مش مشكلة ده مش وقت وإحنا المهم من النهاردة نبين أخلاقياتنا ونوضح الصورة للجميع المهندس محمود طاهر بعد الانتخابات على طول أدي أمام حضراتكم الكلام السيد الرئيس وعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي وأن أكون بسكة الأعضاء الجامعية العمومية للأهلي ومتمنيا التوفيق وده رسالة تجاء ندينا الحبيب المهندس محمود طاهر ده كلام محترم وهو ده النادي الأهلي اللي فيه جامعية عمومية قالت كلمتها فيه جامعية عمومية قالت كلمتها وعلينا اللي احنا نحترم كلمة الجامعية العمومية وهو ده اللي كنت بقوله طول الوقت النقطة المهمة ومش حكون بعيدة عنها في حاجة اسمها قناعات شخصية وحضراتكم وشفتوها خارج قناة النادي الأهلي خارج قناة النادي الأهلي فيه حاجة اسمها ديمقراطية وحرية الرأي والقناعة الشخصية أما اللي مش عايز بقى ديمقراطية يقول لنا اللي مش عايز حرية الرأي برضو يقول لنا يعني ما هي الفكرة اللي أنا بتكلم فيها في الأول وفي الآخر المهندس محمود طاهر كان نازل بقايمة الكابتن محمود الخطيب كان نازل بقايمة مين هنا لحد من رئيس النادي الأهلي واختيار الجمعية العمومية او اختيار مين الي يقود سفينة النادي 1970 قالло؟ هي الجمعية العمومية وهو ده اللي انا بقوله لحضراتكم لا صوت يا علو فوق صوت الجمعية العمومية هي الي بتحدد مصرها وبالمناسبة الكابتل محمود الخطيف في الانتخابات في البرامج كان بيقول الكلام ده والمهندس محمود طهر كان بيأكد اللي هيختهر الجمعية العمومية كلنا الكل قال كده لان هو ده الصح وهو ده اللي تعلمناه اكيد كان فيه فريق مع المهندس محمود طاهر وأكيد كان فيه فريق مع الكابتر محمود الخطين وهي منافسة وكل واحد ليه قناعاته الشخصية وكل واحد ليه قناعاته الشخصية علينا اللي احنا نحترم أراء الجامعية العمومية والقالته لأن كلنا أهلي كلنا أهلي وهو ده اللي البعض بيحاول لقينا ناس لسه طالعة أول مبارح عمالة هجوم هجوم وتقول كلام ما حصلش منه واحد في المية ولا حصل من الأساس لكن انت لازم تتعامل مع الأجواء دي اللي بيصفي الحسابات تبقى مركز وامتابع احنا بنعمل ده تبقى معروف ده بيكتب ايه الصفحة دي بتعمل ايه اوكي تبقى مركز مع ده لكن في الأول وفي الآخر كلنا أهلي وإحنا قلنا ربنا يولي من يصلح علشان خطر النادي الأهلي هي مسئولية ومسئولية كبيرة لأن اللي بييجي يقود سفينة النادي الأهلي فيه مسئولية جماهير بالملايين وفيه مسئولية أعضاء الجماعة العمية اللي يوم طلبات كتير جدا وهو ده اللي احنا نعرفه وهو ده اللي احنا تعلمناه أما بعد الانتخابات نبتدي بقى نجرد الناس من أهلويتها نجرد فلان لا انت مش أهلاوي لا انت ما جبتش بطولات عايزة أقولكو حاجة سريعة وبسيطة النادي الأهلي على مدار تاريخه وكان فيه رئيس أنا هقول اللي أنا أكيد عارف أسماء لكن ممكن ماكونش حافظ تاريخه وخليني أعترف فيه البعض زكرة تاريخه شوان نكلم الفريق مرتجي بعدها كابتن عبد صلاح الوحش بعدها كابتن صالح سليم بعدها الكابتن حسن حمدي بعدها المهندس محمود طار بعدها الكابتن محمود الخطيب ده على مستوى الإدارة على مستوى الإدارة الكل بيسلم بعضه الإدارة بيسلم كيان النادي الأهلي ولازم نحافظ عليه كلنا بيسلم التطوير والإنجازات والبطولات ده على مستوى الإدارة لما نيجي نتكلم على مستوى البطولات بتلاقي أنا كلامي مفهوم وواضح للبعض اللي هو بيحاول يتجاوز لكن احنا مش بصدد النهاردة الرد بصدد اللي احنا نقول ما حدش جرت حد من أهلويته الأهلي لكل الأهلوية الأهلي لكل الأهلوية ولازم نحترم الديمقراطية وحرية الرأي طالما بنبني دولة حديثة عايزين نرجع لأيام زمان وتحجر على رأيي واحجر على رأيك واخونك واخون زميلي واخون صاحبي ده انتوا عاوزين ده أنا بالنسبة لي بيبقى غير مقبول بالمرة اشتركوا في القناة